أطفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى وجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقى حسن يا رب لنا الخلقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه وجزيل نعمه وعظيم امتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله الداعي إلى سبيله ورضوانه اللهم صل عليه وسلم وعلى أصحابه وآله وعلى كل من اتبع سبيله وسار على منواله أما بعد مشاهدي الأعزاء فهذا هو مجلسنا الرابع والثلاثون من مجالس الأداب الشرعية ونواصل شرح ما جاء ذكره في اللقاء الأخير ونحن نتحدث عن الأدب التاسع عشر وهو احترام خصوصية الجليس ذلك ليشعر الجليس معك بالأمان وليه تحصل معك بالثقة احترام خصوصية الجليس له مظاهر ذكرنا ثلاثا منها أو ذكرنا ثلاثة منها منها ترك استماع الحديث الجليس إلا بإذنه أي الاستئذان لسماع حديث الجلساء ثانيا تركوا النظر في متاع الجليس إلا بإذنه ورأينا الآثار الكثيرة في النهي عن ذلك وتوقف بنا المسير ونحن نتحدث عن مظهر آخر وهو حفظ السر وكتمانه وذكرنا أن من أهم صفات المرؤة والفحول ومن أهم خصال الرجول أن يتحل المسلم بهذه الصفة وهي كتمان السر وحفظه وأن لا يبديه لغير جليسه إلا بإذنه ذلكم لأن المجالس بالأمانة قلنا إن هذه القاعدة الأخلاقية العظيمة ليست بحديث نعم روية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لكنه روية بسنة ضعيف لكن المعنى الصحيح بدليل الحديث جابر إذا تحدث الرجل وثم التفت فإنما هو أمانة اليوم إن شاء الله تعالى نكمل الحديث عن هذه النقطة لأهميتها ولوقوع كثير من الناس في التقصير في حقها لنرى أساتذة لنا أستاذة الأولى امرأة والأستاذ الثاني شيخ والأستاذ الثالث صبي إذن فسنأخذ الدرس العظيم في حفظ الأسرار من هؤلاء الثلاثة أما المرأة فهي فاطمة رضي الله تعالى عنها ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت طبعا هي تقص علينا يوم وفاة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم قالت أقبلت فاطمة تمشي مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخلت عليه والرسول عليه الصلاة والسلام طريح الفراش فقال مرحبا بابنتي فأجلسها عن يمينه أو عن شماله ثم أسر إليها حديثا قالت عائشة فبكت فقلت ما الذي يبكيك فلم تجب ثم أسر إليها حديثا آخر فضحكت قالت عائشة والله ما رأيتك اليوم فرحا أشبه بحزن فرح يشبه حزن فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا هي سألتها ما الذي أضحكك وما الذي أبكاك فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قبض النبي عليه الصلاة والسلام سألتها عائشة فقالت أما حين بكيت فقد سارني فقال إن جبريل كان يعارضني القرآن كل عام مرة وقد عارضني هذا العام القرآن مرتين ولا أرى ذلك إلا قرب أجلي فبكيت صلى الله عليه وسلم كان إذان ذلك إذانا بقرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت أما حين ضحكت فإنه سارني فقال إنك أول أهل بيتي لحوقا بي وإنك سيدة نساء أهل الجنة أو سيدة نساء المؤمنين قالت فضحكت الشاهد من هذه القصة أن فاطمة رضي الله تعالى عنها لو ذكرت هذين الأمرين لعائشة رضي الله تعالى عنها ما كان في ذلك ضرر يعود على النبي عليه الصلاة والسلام ولا على الدين ولا على أي شيء لكن بما أن الرسول صلى الله عليه وسلم سارها بالحديث فهي أمانة فلا تعد السر لأحد مهما كان وأيضا هناك شيخ يعلمنا هذا الدرس وهو حفظ وكتمان السر وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقد روى الإمام أحمد والنسائي بسند صحيح أن عمر بن الخطاب قال تأيمت حفصة تأيمت أي ترملت أي مات زوجها تأيمت حفصة بنت عمر من حذافة السهمي حذافة السهمي زوج حفصة رضي الله تعالى عنه وكان مؤمنا وهاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام قال فلقيت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فقلت له إن حفصة بنت عمر قد تأيمت فهل لا أنكحتكها يعني هل لا تزوجتها فقال فلم يرد علي عثمان ثم لقيني بعد ذلك فقال ليس لي حاجة اليوم في النساء يعني ما قال أنا لا أريد أن تزوج ابنتك لكن لا حاجة لي اليوم في الزواج عموم حتى لا تجرح كبرياء وهذه فيها طبعا فائدة أن الرجل يعرض ابنته للصالحين خاصة في زمن يكثر فيه أهل الفساد فمن الأحسن أن تخطب أنت لابنتك تنظر إلى شخص ذو دين وخلق وتسر إلي حديث هل أنت عازم على الزواج فما رأيك لو تزوجت من ابنتي وليس في هذا غضاضة بالعكس أنت تحفظ كرامة ابنتك والتضمن لها السعادة مع رجل ذي دين وخلق قال عثمان ليس لحاجة في النساء قال ثم لقيت أبا بكر رضي الله تعالى عنه فقلت له ما قلت لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما فلم يرد علي أبو بكر شيئا قال فوجدت عليه أكثر مما وجدت على عثمان أي فكنت أوجد عليه مني على عثمان يعني غضبت عليه أكثر مني غضبت على عثمان رضي الله تعالى عنهم جميعا قال ثم مرت الأيام فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف الفتح فانتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام حينها أتاني أبو بكر فقال يا عمر لعلك وجدت علي يوم كذا وكذا يوم عرضت علي ابنتك ولم أرد عليك شيئا فقال عمر نعم يعني غضبت فقال أما إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد ذكرها يعني حدثني بأنه سيخطب ابنتك وما كنت لأفشي سر رسول الله عليه الصلاة والسلام ولو تركها لخطبتها هنا شوف أبو بكر الصديق حافظ السر النبي عليه الصلاة والسلام مع من؟ مع عمر الذي يفر منه الشيطان فكيف بمن يعيد السر لأتباع الشيطان ينبغي للمسلم أن يأخذ الدرس من هذين حديثين حديث الثالث الآن أخذنا الدرس عن امرأة أخذنا الدرس عن شيخ فلنأخذ الدرس عن صبي يحدثنا بالحديث مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك قال أتاني النبي عليه الصلاة والسلام وأنا ألعب مع الغلمان فدعاني لحاجة يعني أرسلني في حاجة فأبطأت أي تأخرت عن أمي تأخرت عن أمي فلما أتيتها قالت ما الذي أخرك ما الذي أبطأك فقلت أرسلني رسول الله عليه الصلاة والسلام في حاجة فقالت وما تلك فقال ما كنت لأفشي سر رسول الله عليه الصلاة والسلام نعجب من فعلي أنس بن مالك صبي كان في العاشرة من عمره ما كنت لأفشي سر رسول الله عليه الصلاة والسلام ويزداد عجبك من موقف أمه فقالت نعم يا بني لا تفشين سر رسول الله عليه الصلاة والسلام لأحد شف التثبيت تثبيت على هذا المبدأ حفظ السر لم تقل له كيف لا تحدثني وأنا أمك وحملتك وهنا عوان در المحاضرة بالوالدين لا هنا سر هنا معصية لو حدثتك فعندئذ فقالت له أمه لا تفشين سر رسول الله عليه الصلاة والسلام لأحد ويزداد عجبك بعد ذلك إذن تعجبنا من فعل أنس الذي هو ابن عشر سنوات اجداد عجبنا من فعل أمه حيث ثبتت ويزداد عجبك أكثر إذا علمت أن أنس بن مالك رضي الله عنه عندما راوى الحديث التفت إلى ثابت البنانين الراوي عنه فقال والله لو كنت محدثا به أحدا لحدثتك أنت يعني إلى غاية أن صار شيخا له تلاميذ وتقدمت به السن على طول هذه السنين لم يحدث به أحدا حتى الراوي قال والله لو كنت محدثا به أحدا لحدثتك يا ثابت فهذا هو الخلق الرفيع الذي ينبغي للمسلم أن يتحلى به وهو حفظ السر وكتمانه لأنه أمانة والمسلم سوف يسأل عن الأمانة أضيعها أم حفظها وروا ابن أبي شيبة شوفوا لكي ترى كيف ربى هؤلاء أبناءهم روا ابن أبي شيبة في مصنفه أن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه قال لابنه ابن عباس عبد الله عبد الله ابن عباس قال له وهو يوصيه يا بني إني أرى أن أمير المؤمنين يقربك ويستشيرك ويخلو بك يعني يقدمك على كثير ممن ومن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الأشياخ والعلماء فقال فاحفظ عني ثلاثا يعني أنت الآن صرت من المقربين لدى أمير المؤمنين فاحفظ عني ثلاثا لا يجربن عليك كذب لأن من كذب مرة فسيكذب مرارا لا يجربن عليك كذبة ولا تفشين له سرا إذا أفشيت مرة واحدة سر ستذهب الثقة وفي الأخير قال ولا تغتابن عنده أحدا لأن من يغتاب عندك سيغتابك ومن نم لك نم عليك الإنسان اللي يجي يغتاب عندك شخص سعلم أنه سيغتابك والذي يرفع لك حديث قوم فاعلم أنه سيرفع حديثك إليهم فعلى المسلم أن يتحلى بهذا الخلق وهذا الأدب وهو عظيم من آداب مجالس آداب المجالسة والمحادثة نكمل إن شاء الله تعالى ذكر بقية الآداب بعد قليل فابقوا معنا وجزاكم الله الخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفاء والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه الأئمة الشرفة أما بعد فمن الآداب التي نتحدث عنها في هذا المجلس الأدب المتمم للعشرين ذلكم الأدب هو اجتناب الحديث عن النفس على سبيل المفاخرة فإن الحديث عن النفس على سبيل المفاخرة هو ما يسمى بتزكية النفس أي مدحها ومدح النفس نهى الله سبحانه وتعالى عنه فقال وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُو أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى وَقَالَ سُبْحَانَهُ أَلَمْ تَرَأْ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا وَتَزْكِيَةُ النَّفْسَ أي مدحها يزكي نفسها أي ينميها بصفات يسبغها عليها فهذا غالبا ما يدخل في باب الفخر والمفاخرة ونحن نهينا عن الفخر إن الله قد أوحى إلي أن تواضعوا ولا يفخر بعضكم على بعض هكذا قال عليه الصلاة والسلام هذا الفخر عيب المفاخرة كما نقول مثلا بالدارجة أنا يزوخ وفلان المفتخر والمادح لنفسه المزكي لنفسه نسميه ناء الزواخ ربما أخذت من الزواق الذي يزوّق نفسه فهذا مذموم وغالبا ما يسقط الإنسان من أعين الناس فتراه لا يكف عن الحديث عن نفسه بالمدح أو عن أولاده أو عن أهله أو عن متاعه فهذا خلق ذميم غالبا ما يجعل الجلساء ينفرون منه ولذلك نرى كثيرا من الشعراء الذين كانوا في العصر الجاهلي لما أسلموا ضاعف شعرهم حتى لبيد بن ربيع صاحب المعلق المشهورة ألا كل ما خال الله باطل وكل نعيم لا محالة الزائل إلى آخر ذلك هذا ضعف شعره فلما سئلوا ما بالكم قد ضعف شعركم قالوا إن غالب الشعر مبني على ماذا الشعر مبني إما على الغزل وهو التشبب بالبنات المسلمين وهذا محرم أو الهجاء هو محرم أو المدح مدح الناس مقابل شيء هذا أيضا محرم اتقوا التمادح فإنه الذبح أو الفخر الفخر أن يفخر بعضنا لبعض هذا يفخر بنفسه هذا يفخر بقبيلته هذا يفخر بولده وهذا أيضا محرم فغالب الشعر غالبه مبني على وحي الشيطان من فخر وهجاء ومدح وغزل ونحو ذلك فنلحظ جيدا أن الفخر لافتخار مذموم الفطرة تنفر منه والشرعة أكدت الفطرة لذلك نرى أنه لا بد من بيان أن من أخطاء المجالس أن يزكي الإنسان نفسه تراه لا ينفك عن مدحها وعن ذكر ما فيه من خصال طيبة ويخطئ كثير من الناس يخطئ كثير من الناس في هذا الباب فيستدلون بنصين من الوحي في غير موضعهما يعني النص معناه في واد واستدلال هذا الشخص المادح نفسه في واد آخر أما النص الأول فهو من القرآن وهو قول الله عز وجل وأما بنعمة ربك فحدث بزاف بعض الناس يقول لك شوف أنا لا أقول هذا افتخارا وفي الحقيقة راهو في قمة الافتخار أي يقول لك أنا لا أقول هذا افتخارا وإنما من باب أما بنعمة ربك فحدث قتلون بهدي وإنما هو من باب وأما بنعمة ربك فحدث والحقيقة أن الآية غير المعنى الذي يراد كأن هذا الذي يفسر الآية على هذا النحو كأنه يقول إن الله قد قال النبي صلى الله عليه وسلم امدح نفسك وافتخر لا وأما بنعمة ربك فحدث لو راجعت إلى أقوال المفسرين تراهم كلهم قالوا المراد بالنعمة هنا هي نعمة النبوة نعمة القرآن نعمة الخير نعمة الدين هذا هو المقصود خاصة الآية نزلت في مقام خاص وهو انقطاع الوحي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فنزلت سورة الضحى والضحى والذي إذا سجى ما ودعك ربك وما قال لأنه لما انقطع الوحي وكان انقطاع الوحي لحكمة بليغة يعني الآن النبي عليه الصلاة والسلام نزل من غار حراء وهو يرتجف ظن أن به جننا إذن كان لابد من أن ينقطع الوحي عنه مدة طبعا يسيرة ليس كما تقرأنا في بعض الكتب وحد يقول لك عام وحد يقول لك عامي لا مدة يسيرة أياما شهرا لا ندري حتى يتأكد النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءه الوحي مرة أخرى أنه ليس تأثرا بالحادثة الأولى جعل فاصلا بين نزول الوحي أول مرة وبعد نزول الوحي مرة ثانية لابد يكون فاصل ويسمى فترة الوحي حتى يستعيد النبي عليه الصلاة والسلام قواه ويعلم يقينا أن ما حدث له في غار حراء لم يكن من جراء جن أو من جراء يعني كما قولوا إحنا يظن أنه قد كلموا أحد أبعد الله تعالى عنه التهمة فقط فناسب أن يقول الله تعالى في الأخير وأما بنعمة ربك فحدث أي حدث الناس بالوحي حدث الناس بالقرآن حدث الناس بالنبوة وأظهر صدق نبوتك هكذا قال المفسيرون وهذا التفسير وافق قول الله عز وجل ما أنت بنعمة ربك بمجنون أي ما أنت بهذه النبوة بمجنون كل حق وصدق إذا نشوف الآية أين هي فبعض الناس يذكر محاسنه ويذكر هذا ويقول لكم أما بنعمة ربك فحدث هذا استدلال خطأ النص الثاني من السنة يستدل به بعض الناس سمعناهم في مقام مدح النفس وهو ما روى أبو داود بسند صحيح عن جابر بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من أبلي بلاء من أبلي بلاء فذكره فقد شكره ومن كتمه فقد كفره هذا الناس يقرؤون الحديث خطأا وفسره خطأا يعني سوء فهم للفظ مرجوح سوء فهم للفظ مرجوح يعني انظروا بغرومات بعضها فوق بعض الحديث من أبلي بلاء وهم يقرؤونه من أبلى بلاء أي من فعل شيئا فذكره فبعض الناس يذكر لك ما فعل من الخير ما فعل من الصفة طيبة ويقولك هذا من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام من أبلى بلاء فذكره فقد شكره لا يا أخي المعنى اللفظ غير ما ذكرت هو المعنى غير ما ذكرت أما اللفظ فهو من أبلي بلاء من أعطي عطاء من أزدي إليه معروف فذكره فقد شكره أي بقي يذكره في نفسه لا ينكر الجميل أو ذكره لأقرب الناس إليه أو سئل من أين لك هذا فلان أكرمني لا بأس فقد شكره ومن كتم أي جحده قال هذا ليس أنت ينكر لك الخير تاعك ونسبه إلى نفسه فقد كفره هذا معنى الحديث فيه ترغيب في أن نحفظ المعروف للناس وهذا شروح العلماء للحديث وارجعوا إلى شرح سن أبي داود ترون شرح العلماء للحديث إذا الحديثان كلاهما أو نصان كلاهما لا يدلاني على المقصود فالأصل في أن يمدح الإنسان نفسه أو ولده أو زوجه ممنوع ومحرم لا تمدح نفسك يقول ابن المقفع رحمه الله تعالى وَإِنْ أَنِسْتَ مِنْ نَفْسِكَ فَضْلًا فَلَا تَذْكُرْهُ إِنْ أَنِسْتَ مِنْ نَفْسِكَ فَضْلًا فَلَا تَذْكُرْهُ وَدَعِ الْأَيَّامَ تُظْهِرُ حديث عن النفس مدح النفس محمود وهو ما كان لغارض شرعي غارض شرعي نضبطه في ثلاث صور أولا لنشر سنة ثانيا لدفع تهمة ثالثا للترغيب في العلم لازم نعرف هذه الأشياء باش غضوة كي نسمع عالم مدح نفسه إلا إنسان صالح مدح نفسه نحسن الضنبين نقول هذه ثلاث أشياء واحدة منها ثلاثة اللولة لنشر سنة كما في الحديث في الصحيحين عن عائشة وأنس بن مالك وغيرهما أن رهطا جاءوا يسألون عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام فلما أخبروا بها تقالوها أي وجدوها قليل في حقهمهم يعني هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام لذلك يقوم وينام ويصوم ويفطر غفر لهما تقدم ذنبه قال بالنسبة لنحنا لابد اندي ركتار فلما بلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم غضب وصعيد المنبر وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء ومن رغب عن سنة فليس مني في رواية الناس شاهد ألا إني أعلمكم بالله وأخشاكم له هذا مدح قد يقول قال المدح نفسه نعم مدح نفسه ليبين مفهوما خاطئا فاهمه الناس لبيان سنة إذن هذا مهم أو لدفع تهمة دفع تهمة لا بد أحيانا يذكر خير ما فيه ليدفع التهمة عن نفسه مثل ما حدث مع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ففي سنن أبي داود مسند إمام أحمد عن أمامة بن سهل قال لما حوصر عثمان رضي الله تعالى عنه حوصر عثمان في الدار وسمي ذلك اليوم يوم الدار حوصر من قوم أرادوا قتله فقالوا يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين فقال على ما يقتلونني وقد سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يقتل مؤمن إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل نفسا بغير نفس والله ما زنيت في إسلام ولا جاهلية ولا أحب أن يكون أن لي بديني بدلا مش تحين بدل ديني وما قتلت نفسا أنا ما دحى نفسها لا لا نعم لك لدفع تهمة هذا واجب أو أحيانا للترغيب في العلم كما نسمع اخطرات حنا نشوف عالم وهكا فائدة لا تجدها في كتاب من جيش وحد يقول لك هو يمدح في نفسه لا دوي رغب في الناس ليأخذوا عنه العلم حتى يشحذ همتك لتنبه لما سيقوله كما فعل ابن مسعود كما في الصيحين عن مسروق قال ابن مسعود أما إنه ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه المطي لا رحلت إليه من جيش وحد يقول لك هذا مدح نفسه نعم مدح نفسه ليرغب الناس في أخذ العلم منه مقصد شرعي هذا ما يمكننا أن نقوله بصدد هذا الأدب الرفيع نقف عند هذا الحد وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك مبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله قد فيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبر للهدي في حسن الخلقى اشتركوا في القناة